الحمد لله رب العالمين محمده جل وعلا ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فهذا لقاء آخر من لقاءاتنا في كراءة مختصر صحيح الإمام البخاري نواصل به ما ابتدان به من كراءة كتاب العلم ونبتدئه بما ذكره الإمام البخاري من حديث الخضر رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ على آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اخفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمار هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري رضي الله عنه في صاحب موسى قال ابن عباس رضي الله عنهما هو خضر فمر بهم أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال أبي رضي الله عنه نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول قام موسى النبي خطيبا في ملائم من بني إسرائيل حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا فجاءه رجل فسأله أي رسول الله أي الناس أعلم فقال أنا أعلم قال هل تعلم أحدا في الأرض أعلم منك قال لا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إلى موسى بلى إن عبدا من عباده وأعلم منك عبدنا خضر قال أي ربي فأين قال بمجمع البحرين فسأل موسى السبيل إلى لقيه قال يا ربي وكيف لي به فاجعل الله له الحوت علامة فقيل له احمي الحوتا ميتا فاجعله في مكتل فإذا فقدت الحوت فاتبعه فهو ثم فارجع فإنك ستلقاه فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتا فاجعله في مكتل وكان يتبع أثر الحوت وقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت قال ما كلفت كثيرا حتى إذا كان عند الصخرة نزل عندها ووضع رؤوسهما وناما واضطرب الحوت وتحرك فانسل الحوت من المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق حتى كأن أثره في حجر فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلق بقية يومهما وليلتهما فلما استيقظ موسى وأصبح وكان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال موسى ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا فرجع يقصان آثارهما فوجد في البحر كالطاقم مر الحوت فلما انتهي إلى الصخرة إذا الخضر على طنفسة خضراء على كبد البحر رجل مسجا بثوب قد جعل طرفه تحت رجليه وترفه تحت رأسه فسلم عليه موسى فرد عليه الخضر وكشف عن وجهه وقال وأنا بأرضك السلام من أنت فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال فما شأنك قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا أما يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه قال موسى بل أتبعك ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فوجد معابرا صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعريف الخضر فحملوهما بغير نول فلما ركب في السفينة جاء عصور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى والله ما مثل علمي وعلمك وعلم الخلائق من علم الله إلا مثل ما نقص نقرة هذا العصور بمنقاره من البحر فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فأخذ الفأس فنزعه ووتد فيها وتدا فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم فقال موسى ما صنعت قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فارخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فكانت الأولى من موسى نسيانا ثم خرج من السفينة فانطلقا فلما خرج من البحر وبينما هما يمشيان على الساحل فأبصر الخضر فإذا غلام ضريف يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقطعه فقتله فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فكانت الوسطى شرطا وهي أشد من الأولى قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا مائلا يريد أن ينقض فأقامه قال الخضر بيده فأقامه فاستقام فقال له موسى قوم أتيناهم فلم يطعمون ولم يضيفون عمدت إلى حائطهم لو شئت لاتخذت عليه أجرا فكانت الثالثة عمدا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر موسى حتى يقص علينا من أمرهما قول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى بمعنى تجادل وتناقش هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى فكان ابن عباس يقول هو الخضر وكان الحر بن قيس وهو من علماء الصحابة ليس صاحب موسى بالخضر فسأل أبي بن كعب فأيد أبي رضي الله عنه بن عباس بحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فمر أبي بالرجلين وهما يتناقشان في صاحب موسى المذكور في سورة الكهف فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أي تناقشت وتجادلت أنا وصاحبي هذا يعني الحر بن قيس في صاحب موسى الذي سأل موسى موسى السبيل أي طلب من الله عز وجل أن يتمكن من لقائه فسأل الطريق إليه وإلى ملاقاته فسأل ابن عباس أبي هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه فقال أبي نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه ثم أخبر بالحديث في هذا فقال قام موسى النبي عليه السلام خطيبا في ملئن أي فرقة وجماعة من بني إسرائيل حتى إذا فاضت العيون يعني أن الناس تأثروا حتى خرجت الدموع من العيون ورقت القلوب أي تأثرت تأثيرا بالغا بهذه الموعظة من موسى عليه السلام فلما فرغ من الموعظة ولا أي تركهم وذهب فجاءه وآتى إليه رجل فأدركه فسأله يا رسول الله من أعلم الناس أي الناس أعلم فقال موسى عليه السلام أنا أعلم فقال الرجل هل تعلم أحدا في الأرض أعلم منك بعد أن سمع منه تلك الموعظة البليغة فقال موسى لا يعني لا يوجد في الأرض من هو أعلم مني فأعتب الله عليه أي أخذ عليه ذلك ولم يرضى منه هذه المقالة إذ لم يرد العلم إلى الله فكان الأولى به أن يقول الله أعلم فأوحى الله إلى موسى بلى يعني أن قولك بأنك أعلم ليس بقول صحيح بل هناك من هو أعلم منك إن عبدا من عبادي هو أعلم منك عبدنا خضر فهذا هو الجواب في النقاش الذي تناقش فيه ابن عباس والحر ابن قيس فقال موسى عليه السلام أي ربي أين هذا الرجل وقال بمجمع البحرين يعني في المكان الذي يجتمع فيه البحران الحلو والمالح فسأل موسى رب العزة والجلال الطريق إلى لقاء الخضر فقال يا ربي وكيف لي به أي كيف أتمكن من الذهاب إليه والاستفادة من علمه فجعل الله له علامة ألا وهي الحوت يعني السمك فقيل له احمل يعني خذ معك حوتا ميتا فاجعله في مكتل وهو إناء يصنع من خوص النخل بمثابة القدر قال إذا فقدت الحوت فاتبعه فحين فحينئذ ستجد الخضر هناك في ذلك المكان وارجع فإنك ستلقاه فانطلق موسى عليه السلام وأخذ معه فتاه يوشع بن نون وحمل حوتا ميتا فجعله في مكتل وكان يتفقد الحوت ويتتبع أثره فقال لفتاه انتبه لهذا الحوت لا أكلفك شيئا ولا أطلب منك أن تعمل أي عمل إلا أن تلاحظ هذا الحوت بحيث لا يفارقك هذا الحوت فإذا فارقك فأخبرني قال يوشع بن نون ما كلفت كثيرا أي لم تطلب مني عملا كثيرا حتى إذا كان عند الصخرة نزل عندها ووضع رؤوسهما وناما بعد أن لقيهم ما لقيهم من طول المسافة حينئذ اضطرب الحوت فإذا به يعود حيا ويتحرك فيخرج من المكتل وينسل أن يخرج بخفية وهدوء فسقط في البحر وحينئذ اتخذ سبيله في البحر سربا أي أن هذا الحوت اتخذ سبيله في البحر مسلكا ومذهبا يسير فيه فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق أي حتى كأن أثره في حجر يعني أن هذا الحوت أثر في الماء الذي جرى فيه من أجل أن يعرف موسى هذه العلامة فلما استيقظ موسى وصاحبه نسي يوشع صاحب موسى أن يتفقد الحوت وأن يخبر موسى بشأنه فانطلق بقية يومهما وليلتهما فلما استيقظ موسى وأصبح وكان من اليوم الثاني قال موسى لفتاه آتنا غداءنا أي أحضر أكلنا الذي نأكله لقد لقينا أي وجدنا من سفرنا هذا نصب أي تعب ولم يجدوا التعب إلا بعد أن ذهب الحوت لأنهم كانوا معانين من الله قبل ذلك إذ كان يسيران لأمر يطلبه الله منهما ولم يجد موسى مسا من النصب أي التعب حتى جاوز المكان الذي أمر الله موسى يصل إليه فيلقى الخضر فقال يوشع بن نون فقال يوشع لموسى عليه السلام أرأيت أي إننا عندما أوينا إلى الصخرة فإني في ذلك المكان نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره وحينئذ اتخذ سبيله في البحر عجباء طريقة غريبة فقال موسى ذلك ما كنا نبغي أي هذا هو الذي نطلبه وهو المكان الذي نفقد فيه الحوت وحينئذ رجع وارتد على آثاره ما قصصا أي يقتصان أثرهما الذي سارا عليه فوجد في البحر ممر الحوت كالطاقة وهو الشيء الدائري أو المبنى الذي صنع على شكل الدائرة وكان ذلك المكان الذي مر معه الحوت فلما انتهي إلى الصخرة وجد الخضر في ذلك المكان ووجداه على طنفسة على طنفسة خضراء على كبد البحر والمراد بالطنفسة فرشة صغيرة وكانت ذات لون أخضر على كبد البحر أي على طرفه المائل فكان رجلا قد تغطى بثوب وجعل طرف الثوب تحت رجليه وطرفه الآخر تحت رأسه فسلم موسى على الخضر فرد الخضر عليه السلام وكشف عن وجهه فقال وأن أي كيف يوجد في هذه الأرض السلام فإنه لم يعهد عن أهل هذه المواطن أن تكون تحيتهم السلام ثم سال الخضر هذا المسلم فقال من أنت فقال موسى عليه السلام أنا موسى فقال الخضر موسى بني إسرائيل على جهة السؤال والتعجب فقال نعم أنا موسى بني إسرائيل قال فما شأنك أي ما الذي أقدمك ولماذا وصلت إلى هذا الموطن وما مرادك بذهابك إلى هذا المكان فقال موسى هل أتبعك أي طلب منه أن يأذن له في أن يصاحبه من أجل أن يتعلم منه على أن تعلمني مما علمت رشدا فقال الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا فإنك ستعترض علي وهناك أشياء ولها أسرار وأسباب لا تعرفها وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا أي على القضايا التي ليس عندك فيها علم سابق ثم قال الخضر لموسى أما يكفيك أن التوراة بيدك وهذا من علم الله فتتعلم من كلام الله وأن الوحي يأتيك فيكون علمك من الوحي ثم قال يا موسى أنا على علم من علم الله أعلمه علمني الله إياه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علمك لا أعلمه فقال موسى بل أريد أن أتبعك وستجدني إن شاء الله صابرا أي ملتزما بما تأمرني به ولا أعصي لك أمرا فقال الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا وخبرا أبين لك سببه فانطلق موسى ومعه الخضر يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة تحملهما في البحر حينئذ وجد معابر صغارا يعني قوارب صغيرة تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر فمرت بهما سفينة فطلب الخضر وموسى من أهل السفينة أن يأذنوا لهما بركوب السفينة وكلما موسى والخضر أصحاب السفينة على أن يحملوهما فعرف الخضر وبالتالي حملوهما بغير نول أي بغير أجرة فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع يعني أنه وقف على طرف السفينة فنقر في البحر نقرتنا ونقرتين فقال الخضر يا موسى والله ما مثل علمي وعلمك وعلم الخلائق من علم الله إلا مثل نقرة هذا العصهور ولم ينقص ولم ينقص من علم الله بسبب ما عندي من العلم وما عندك إلا كما ينقص هذا العصهور من ماء البحر بمنقاره حينئذ قصد الخضر وعمد إلى لوح من الواحي السفينة فأخذ الفاس فقام بنزع ذلك اللوح وضربه حتى جعل فيه حتى جعل فيه وتدن فحينئذ تفاجأ موسى من كون الخضر قد قلع لوحا من الواحي السفينة بوسطة الفاس الذي هو القدوم وحينئذ قال موسى على جهة السؤال له والعتبى ما صنعت ما الذي فعلت قوم قاموا بإركابنا في السفينة بغير أجرة ثم تقوم بخرق السفينة ومما سيؤدي إلى غرق من في هذه السفينة لقد جئت أمرا مستغربا غير مقبولا حينئذ قال الخضر لموسى قد قلت لك سابقا بأنك لن تستطيع معي صبرا فقال موسى نسيت ولا تؤاخذني بما نسيت فإنك قد عهدت إلي أن أصبر وأن لا أناقشك وحينئذ لا ترهقني من أمر عسرائي لا تبلغ بي شأن العسر والمشقة بإبعاد عن صحبتك قال فكانت الأولى من موسى نسيانا ثم خرج موسى والخضر من السفينة فانطلقا فبينما هما على ساحل البحر إذ وجد غلام ضريف يلعب مع الغلبان والصبيان فعمد الخضر إليه وأمسك برأسه وقلع رأسه بيده فقتل ذلك الغلام فحينئذ ثار موسى كيف يقتل فقال أقتلت نفسا زكية أي طاهرة بغير نفس على جهة القصاص لقد جئت شيئا نكرا أي أمرا منكرا فقال الخضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا وقد أمرت منك ألا تناقشني وأن لا تعيد الحديث إليه فكانت الوسطى شرطا منه وهي أشد من الأولى حينئذ قال موسى على جهة التعهد له لن أسألك بعد اليوم شيئا وإن سألتك عن شيء بعد هاتين القصتين فحينئذ لك الحق أن تمتنع من صحبتي فقد وصلت إلى عذر أعذرك به إذا سألتك عن أمر آخر فذهب موسى والخضر وانطلق حتى وصلا قرية من القرى فطلبوا من أهل القرية أن يعطوهما طعاما لأكله فامتنع أهل القرية من تقديم الطعام إليهما وأبوا أن يضيفوهما حينئذ كان هناك جدار مائل فقام الخضر بإعادة بنائه مرة أخرى فوجد فيها جدار مائل يريد أن ينقض أن يكاد أن يسقط فقام الخضر ببنائه مرة أخرى قال الخضر بيده فأقامه فاستقام وحينئذ عتب موسى واعترض على الخضر فقال عجبا هؤلاء أهل هذه القرية أتيناهم من أجل أن يطعمونا وسألناهم ذلك فأبوا ولم يطعمونا ولم يقدموا ضيافة لنا ومع ذلك تحسن إليهم ببناء هذا الحائط لهم على الأقل خذ منهم أجرة على هذا العمل لو شئت لاتخذت عليه أجرا فكانت الثالثة عمدا فقال هذا فراق بيني وبينك أي مرات الاعتراض من موسى على الخضر قد فاتت وبالتالي لا أصاحبك بعد اليوم وسأخبرك بحقيقة المواقف الثلاثة التي اعترضت علي فيها ولم تستطع صبرا فكان من جوابه أن قال أما السفينة فكانت لمساكين فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأراد أن يعيبها لألا يأخذها ذلك الملك وانظر قال في هذا فأردت أن أعيبها ونسب الإرادة لنفسه وذلك لأنه عيب فلم يرغب أن يضيف العيب لله تعالى قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أي طهارة فقال فأردنا بعلاجهات التثنية أو الجمعي وذلك بإسناد الإرادة لله عز وجل وإليه لوجود أمرين الأمر الأول هو قتل هذا الغلام وهذا من الأمور المعيبة وفنسبها إلى نفسه وفيه رغبة بأن يعوضهم الله عنه وحينئذ استعمل ضمير التثنية ثم قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يستخرج كنزهما واستخراج الكنز ليس فيه فعل من الخضر ولا موسى فنسب ذلك لله جل وعلا ثم ليس فيه نسبة متعلقة بأمر غير مرضي وفي هذا الحديث من الفوائد المناقشة في العلم وفيه أيضا الرحلة طلبا للعلم كما رحل موسى عليه السلام من أجل التعلم وفي هذا الحديث الرجوع إلى أهل العلم في ما يحدث من نزاع واختلاف كما رجع الحر وابن عباس إلى أبي وفي هذا الحديث تحكيم من يكون مختصا في مسائل العلم وفيه أيضا الاعتماد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورفع النزاع بالرجوع إلى السنة وفي هذا الحديث مشروعية المواعظ والترغيب في إلقائها كما ألقى موسى عليه السلام وفي هذا الحديث الترغيب في أن تكون المواعظ ملامسة لما في القلوب وفي هذا الحديث أنه لا يحسن بالإنسان أن يعجب بنفسه أو أن ينسب العلم إليها وفي هذا الحديث أن العالم إذا سئل أي الناس أعلم فإنه يكل العلم في ذلك إلى الله تعالى وفي هذا الحديث أنه قد يوجد من هو أعلم ومن هو أعرف بأحكام الشرع لا يعلمه الإنسان وفي هذا الحديث من الفوائد المصاحبة في الرحلة حيث صاحب يوشع بن نون موسى عليه السلام في هذه الرحلة وفي هذا الحديث اتخاذ العلامات التي تكون مؤشرة ومبينة للهدف الذي يقصده الإنسان وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز اتخاذ المكتل الذي يكون من خوص النخل وجواز الانتفاع بما يكون من النخل من غير التمر وفي هذا الحديث بيان المهام التي على التابع أن يلاحظها وأن يقوم بها كما قال موسى لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت وفي هذا الحديث نزول الإنسان عند الصخر ونوم تحت الصخرة وفي هذا الحديث أيضا أنه ينبغي بالإنسان أن يكون متنبها متيقظا لما يكون حوله وفي هذا الحديث أن المسافر يواصل رحلته وسفره للهدف الذي يقصده ليكون ذلك أسرع في قضاء حاجته وفي هذا الحديث معونة الله تعالى لمن سعى وعمل عملا لله جل وعلا ولذلك لم يجد موسى أثر التعب قبل أن يخرج الحوت من المكتل وفي هذا الحديث أن النسيان لا يؤاخذ الله به العبد وفي هذا الحديث مشروعية العمل بقص الأثر وتتبعه كما فعل موسى والخضر وفي هذا الحديث أن جواز أن يغطي الإنسان بدنه بثوب واحد عند نومه وجواز أن يغطي رأسه ورجليه وفي هذا الحديث مشروعية إلقاء السلام وأن هذه تحية الأنبياء عليهم السلام وفي هذا الحديث جواز أن يقول الإنسان لمن يقابله من أنت وأنه لا حرج في مثل ذلك ليتعرف عليه وفي هذا الحديث مصاحبة أهل الفضل والعلم من أجل أن يستفاد من صحبتهم وفي هذا الحديث أن العلم يرشد إلى الحق والهدى وفي هذا الحديث أن المتبوع يأمر التابع فيما يرى أنه محقق للمصلحة كما أمر الخضر موسى عليه السلام وفي هذا الحديث أن ما يؤتاه الإنسان من العلم هو منه من الله جل وعلا وفي هذا الحديث أن جهل الإنسان ببعض المعلومات التي لا يتعلق علمها به لا يضره ولا ينقص من مكانته وفي هذا الحديث التزام التابع بطاعة المتبوع وفي هذا الحديث أن تأخير العلم والبيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة وفي هذا الحديث جواز ركوب السفن والقوارب وعدم المنع من ذلك وفي هذا الحديث جواز الانتقال في البحر بواسط بطتي المراكب وفي هذا الحديث جواز أخذ الأجرة على ركوب المركوبات كالسفن ونحوها وفي هذا الحديث جواز أن يأذن صاحب السفينة لأحد بأن يركب معه في سفينته وفي هذا الحديث سعة علم الله تعالى وأنه لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس وفي هذا الحديث مشروعية ضرب الأمثال التي تقرب الأمر للذهن ولذا مثل الخضر علمه وعلم موسى بنقرة العصفور وفي هذا الحديث أنه لا ينبغي الاستعجال بالحكم على فعل من الأفعال حتى تعلم دفع دوافعه والدواع التي أقدمت إليه في هذا الحديث جواز استعمال الفأس وفيه أيضا جواز صنع السفن الأخشاب وفي هذا الحديث من الفوائد أن الأصل المنع من الاعتداء على السفن المملوكة للآخرين إلا أن يكون هناك معنى يقتضي ذلك وفي هذا الحديث جواز الركوب على السفن في البحار وفي هذا الحديث تحريم قتل النفس التي حرم الله تعالى وأنها من المحرمات وقد استدل الإمام البخاري بقول فكانت الأولى من موسى نسيانا على أنه إذا حنث المقسم في يمينه ناسيا في الأيمان أنه يؤخذ بهذا الحديث وكأنه يرى أنه لا يحنث بذلك وفي هذا الحديث تعهد الإنسان بأمر معين واشتراطه على نفسه ومن ذلك قوله إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني وفي هذا الحديث قوله فانطلق حتى أتى يا أهل قرية القرية المجمع الصغير وهو يقابل المدينة وقد قال طائفة بأن القرية والمدينة تطلقاني على معنى واحد بينما قال طائفة بأن القرية مدينة صغيرة والمدينة هي الموطن السكن الكبير الذي يشتمل على مساكن عديدة وقد فقال طائفة هما مترادفان وقال طائفة بل هما متغايران فكلا اللفظين قد استعمل في محله فالغلامان اليتيمين كانا يسكنان في المدينة وكان كنزهما في القرية فلم يكونا قريبين منه فأراد فأراد الله جل وعلا أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما وفي هذا الحديث أن من حمل غيره على مركوبه فإن له يدا عليه إذ قد أحسن إليه وبالتالي ينبغي أن يستعمل أن يكون ذلك سببا من أسباب رد ذلك الجميل وفي هذا الحديث مشروعية الاستماع للقصص الذي فيه فائدة وفيه عبرة وعظة وفيه معرفة ببواطن الأمور وفي هذا الحديث دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام وفي هذا الحديث جواز الاستعمال لو التي ليست على باب التحسر والندم على فعل منه مضاء فهذا شيء من ما يتعلق بحديث الخضر نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله وعنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبر فقال فضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الكتاب اللهم فقه في الدين ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وخالة ابن عباس هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ولذا كان ابن عباس يدخل على خالته ميمونة وكان يدخل عليهما في ليلتها قال ابن عباس دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء يعني المكان الخالي المعد لقضاء الحاجة قال ابن عباس فوضعت أي جعلت له وضوء والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال من وضع هذا الوضوء وهذا الماء الذي يتوضأ به فأخبر وقيل إنه ابن عباس قال فضمني أي أخذني وقربني عنده وضمني بين يديه إلى صدره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يعني يا الله علمه الكتاب أي ليكن من شأنه أن يتعلم ما في كتاب الله جل وعلا من المعاني والأحكام وفي بعض الروايات أنه قال اللهم علمه الحكمة ثم قال اللهم يعني يا الله فقهه أي فهمه وعرفه بأسرار هذا الدين فهذا الحديث فيه من الفوائد جواز قضاء الحاجة في الخلاء وفيه خدمة الرجل الذي له مكانة ومنزلة بإحضار الماء له ونحو ذلك وفي هذا الحديث مشروعية رد الجميل بأن من قدم لك إحسانا أن تحتسب للأجر في مجازاته بمثل إحسانه في هذا الحديث جواز ضم الرجل للرجل لغير أو في غير شبهة وفي هذا الحديث مشروعية يدعو الإنسان إلى من أحسن إليه ولو كان إحسانا يسيرا في هذا الحديث الدعاء للآخرين بالعلم لذا قال اللهم علمه الكتاب وذلك أن العلم ترتفع به درجة الإنسان وقوله الكتاب يعني القرآن العظيم لأنه هو أساس الأعماء الأساس العلوم ومنبع الأحكام الشرعية ثم قال اللهم فقه في الدين التفقيه معرفة أحكام الدين وفهم المعاني التي تبنى عليها الأحكام حسن الله إليكم قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بالناس بمنا في حجة الوداع إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فصففت مع الناس وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك علي أحد قول ابن عباس أقبلت راكبا أي أتيت تجاه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا راكب يعني أسير على دابتي على حمار أتان والأتان أنثى الحمار وبعضهم قال هو الحمار الصغير قال ابن عباس وأنا في ذلك اليوم قد ناهزت أي قاربت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم أي كان واقفا في الصلاة يصلي بالناس في حجة الوداع أي في السنة العاشرة إلى غير جذار يعني لم يكن بين يديه سترة يصلي إليها في هذا دليل على أن السترة في الصلاة ليست بواجبة وقد دلت الأدل على استحبابها قال قال ابن عباس فمررت أي سرت بين يدي بعض الصف فمررت أمام المصلين ولم يمر أمام إمامه قال ابن عباس فنزلت عن الأتان وأرسلت الأتان ترتع أي أنها ترعى وتأكل ما شاءت من نبات الأرض قال ابن عباس فدخلت في الصف يعني صلى مع الناس فصففت مع الناس وراء النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأتان تمر بين يدي المصلين غير الإمام قال فلم ينكر ذلك علي أحد أي لم يعب أحد ذلك علي ففي هذا جواز الركوب على الحمار في هذا بيان السن التي يصح فيها سماع الصغير في هذا رواية الراوي الذي شهد الرواية صغيرة فكبر بعد ذلك وفي هذا الحديث جواز الصلاة إلى غير سترة وفي هذا الحديث المحافظة على الصلاة في الأسفار وفي الحج وقوله هنا فمررت بين يدي بعض الصف فيه أنه قد مر بين يدي المصلين بالآتان التي كانت عنده فأراد أن يصلي مع الناس ولذا نزل عن الآتان وترك الآتان ترتع أي ترعى وتأكل ما شاءت في هذا جواز إرسال الآتان وعدم لزوم ربطها إذا لم يكن منها أذية في هذا الحديث أن من جاء بعد إقامة الصلاة فإنه يدخل في الصف وفي هذا الحديث أن مرور ما يقطع الصلاة بين يدي المأمومين لا يقطعها فمرور المرأة أو مرور الحمار أو الكلب بين يدي المصلين من المأمومين لا يقطع صلاتهم وإلا لا أنكروا عليه فهذا شيء من هذه الأحاديث الفاضلة بارك الله فيكم وفقني الله وإياكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين فما نسأله سبحان علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر